قال المصنف رحمه الله الثالثة الدعوة إليه قال الشارح وفقه الله للدعوة شروط وضوابط يجب أن تقوم عليها ومن أهمها أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله تعالى وأن تكون الدعوة مبنية على العلم الشرعي وأن تكون الدعوة بالحكمة والصبر وأن تتم مراعاة أحوال المدعوين الدليل على هذه الشروط قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي المشار إليه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والسبيل هو الطريق أدعو إلى الله الداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله على بصيرة البصيرة هي العلم وتشمل هنا العلم بالشرع وبحال المدعو وبالطريق الموصل إلى المقصود كأن المؤلف رحمه الله يقول إذا تعلمت ثم عملت وجب عليك أن تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح حيث قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن لابد من الدعوة اشتركوا في القناة